موسيقى اه سمحوني سلف ما بقى في عنا قلب صار كله بالجايب ومين اللي حيكم هلا الدرهم والدولار والدينار ما بقى في سجود وشان هيك هالكتاب كله ببيت الله صدقة وينك يا قلبه وقالوا للشباب بدونوا يمر هالكلمة مين بيعين واو صاد بالجايبه صار الجايب هو مركز القلب كم مليار اول مليار ما بقلك بس ثاني مليار اجاب من اول مليار ويلا يلا 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 حلال وحرام وين الحرام وين الحلال كنا عم نحكي المرماضي على دخلنا في العلوم الهيرماتيكس وختمنا كنا عم نحكي على كلمة أتم هذه العلوم القديمة يلي لحد اليوم أول شيء ما كانت تتدرس إلا بمدارس سرية مثل المدرسة اللي درس فيها جورجيف حكوينها حكوينها إخوة النور فجورجيف بعد ما دور فترة طويلة طويلة ولف العالم ولف العالم بالأخير إجا لمعلم وأخدوه على هاي المدرسة وعلموه هاد العلم يلي كان هو عطشان بده يعرفه نعرف جورجيف كيف الحركات يلي كان يعملها كيف تمشي الطائق بشكل طبيعي كيف أرفعها كيف كانت كيف تعلم كيف تعلم أكيد علم مو معقول بالعالم عم يستخدموا الهلاء الغرب شفنا كيف الهرم لازال موجود على الدولار لا يعني انه عشان بس هيك ببساطة نقول ماسونية وما بعرف هيك لا يعني انهم عم يستخدموا العلم يلي كان في الحضارة الفرعونية في فيلم شفناه من فترة العالم اسمه جون هاتشتسون هذا منعرف بالهرم الكبير هرم خوفو فيه بالوسط بالتلت الأول وسط الهرم موجود اشي بيسموه تابوت العهد بالعربي او هو The Ark of Covenant بالانجليزي هلا موجود غرفة غرفة The King's Chamber بيسموه غرفة الملك لكن غرفة الملك فيه زي صندوق فاضي الظاهر ان الصندوق لازم نحط فيه شيء معين فهذا الشيء العلماء طبعا هما بيقولوا انه كان حط فيه جثة كان فيه كذا هيك بس الأدلة بتفرجي انه لا مش هذا الكلام الأدلة بتفرجي انه بالتوراة مذكور بالتوراة في العهد القديم يعني في قصة سيدنا موسى مذكور اشي اسمه The Ark of Covenant اللي هو تابوت العهد اللي هو يفترض بناء على التفسير العلمية كان هو جون هاتشتسون عالم فيزياء وعنده علم اللي هو اشي بسموه الكباسيتنس انه مكثف لوحين حديد موجودين بس يصير فيه كهربا هالكهربا بصير يشحن كهربا بس يصير فيه كهربا يشحن الكهربا وبفرغ الكهربا فعنده هذا العلم فتابوت العهد هذا يبي يفترضه انه كان عبارة عن مكثف كهربا محطوط في الهرم خوفه حتى يجمع طائة الهرم ويعمل كهربا لكل الحضارة اللي كانت موجودة فهلّا بالتوراة مذكور بالزبط قياساته لهذا التابوت وكيف معمول انه طوله هالقدي عرضوا هالقدي سماكتو هالقدي ارتفاعوا هالقدي مدهون بالذهب مذكور كيف الإياسات تاعته فهذا الزلمي قال ليش ما نجرب نعمله خلينا نجرب نعمله فرحوا عملوا أخذوا فند حتى يعملوا دوكيومنتري وجابوا انه كانوا أول شي بديم يعملوا من الذهب وكذا ما ظبط معهم وقفوا لهم التجربة ويعملوا لهم مشاكل وكذا بالأخير عملوها بشكل مبسط انه عملوها بشكل مبسط بس على الأقل تيشوفوا شو بيعمل سووا عملوا نفس إياسات تابوت العهد ولبسوه وقتها نحاس مش دهب المفروض يكون دهب من يلبس وكذا كذا كذا وحطوا الأقطاع بتاعته شغل كهرباء شحن كهرباء من كتر من شحن كهرباء قوية صارت تطلع الكهرباء ومنحرق يا حبيبة فطبعا التجربة إيجابية كانت واضح انه هالإشي هو مصمم تيكون مجمع للكهرباء ومحطوط بالهرم تيعمل هذا الشي الآن من شك يعني أو بشك العلم أو هيك إنه في حالة حطوا التابوت أو عملوا تابوت وحطوا مرة تانية بالهرم إنه ما رح يشتغل ليش؟ لإنه هرم الأهرمات الثلاثة هنا سر تاني موجود الأهرمات الثلاثة المفروض تكون اتجاهها شمالي جنوبي يعني وجه الهرم شمال وجه الهرم جنوب حاليا إذا منشوف الأهرمات في ميلان عن الشمال والجنوب بنفس ميلان محور الأرض مما يثبت إنه ظاهر إنه الأهرمات انبنت قبل ما يميل محور الأرض إنه اللي بنوا الأهرمات بنوهم قبل ما يصير ميلان للمحور بنوهم تيجم عطاقة بعدين صار الميلان بطلت الأهرمات تشتغل فهاي هاي هاي قصة يعني كتير حلول فطبعا قلت عادة نسيت شل دخلنا على الموضوع يعني إحنا كلنا نور من نور إله من إله من روح الله بس راح العلم ممنوع العلم هلأ العلم اللي موجود هلأ حاليا بيحول الأرض لجنمة خلال فترة جدا بسيطة بتصير كلها شجر وشللات وورد في حديقة نسيت شو اسمها بذكورة يا ذكرها روبرت منرو يا ذكرها أظن تذكر هذا الكتاب The Authentic Revelations فبيحكي عن حديقة استخدموها وقتها حكينا كيف جون دي كانوا تعلموا علم الملائكة والجان وكيف يصيروا يتحدثوا معهم يتحدثوا معهم ويعملوا كذا وهيك من خلال الأشكال الهندسية ففيه وقتها عالم كان موجود في أوروبا نسيت في أي منطقة يمكن السويد أو النمسا واحد من هالدول الدول ففيه عالم تعلم هذا العلم كمان وقال بدي استخدموه بالخير فراح استخدموه وتيخضر الأرض لحظ أرض كانت صحرة يعني منطقة ما فيها شجر ما فيها شي ما فيها أرض تعبانة كتير استخدم هذا العلم خلال فترة بسيطة صارت خضرة 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 صارت جنة عدن فيها الشلالات وفيها السمك وفيها البحيرات وفيها كل إشي من خلال هذا العلم هذا الحكي سنة 1500 الففتين هندردز قبل يا الله سنة 1500 لحد اليوم هذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة في العالم يلي اليونسكو بتعتبرها منطقة طبيعية لابد نحافظ عليها كمحمية طبيعية هي المنطقة الوحيدة في العالم يلي اليونسكو بتعتبرها محمية طبيعية ولكن هي أصلها مش طبيعي هي الإنسان هو اللي عملها هي الوحيدة في العالم لحد اليوم هذا الإنسان هو خليفة الله يا خي مزبوط هو أنه خلقت الخلق أنا إداي بدوا من يكنس من يمسع من يجليلك هيدا العلم يلي عم بيقولوا اليوم خادم والحرمين هانو هان هاي قوة العلم هادا اللي بنحكي فيه The Cosmic Forces of Mu من أكتر الكتب الكتب يلي بحبهم لأنه من أكتر من أول الكتب يلي أريتهم ومش صدفة أنه يعني M.U M.U Cosmic Forces of Mu هي اللي هي حضارة كانت موجودة العالم يلي كاتب الكتاب جيمس تشيرشورد بيفترض أنها كانت موجودة في المحيط الهادي Pacific Ocean نعرف المحيط الهادي يعنينا القارات والمحيط الهادي فاضي هو بقول ما كان فاضي كان فيه قارة كبيرة موجودة بالوسط فهو بيذكر عن القارة هاي لأنه قدر وقعت إيده على مخطوطات هاي المخطوطات كانت موجودة في وحعة عمرها آلاف سنين عند كاهن بالتيبت قدر يشوفها وفسرها وكتب هاي الكتب من خلالها فبقول كانت هاي الحضارة موجودة هات الكتاب The Cosmic Forces of Mu بيحكي فيه على العلوم يلي كانوا يحكو يا حبيب قلبي لك تلاقي المسجد كيف رأيك اي شي مو طبيعي اي شي منو طبيعي داخلك نحطها الصورة وتشوف هاي دي قبة السماء وهي دي قبة هون هاي كينت الهياكل والمعابد ولا ومين بني تاج محد يا حبيبي الصوفيين أهل الذكر المسلمين يا اللي كلمة بتفزع قاله انت مسلم كتبه كلهم لازم ينقروا لازم كل حدي يقرواهم كتير حرام هذا The Cosmic Forces of Mu في Cosmic Forces of Mu في The Lost Continent of Mu وفي The Lost Continent of Mu فانه فيه اكتر من كتاب كلهم بذكروا هذا الحكي فهذا الكتاب يركز فيه على العلوم يلي كانت موجودة عندهم ويقول لك إحنا مفكر الطائية اللي موجودة عندنا الكهربا والمغناطيسية ويقول لك الكهربا والمغناطيسية فيه أربع طائات بالكون مثل الصليب هلا بنحكي على سانتوس أربع طائات بالكون واحد من هاي الطائات جزء منها الكهربا والمغناطيسية والمغناطيسية والباقي كلهم ما بنعرف عنه شي الأورغون مثلا الطائية اللي حكي عنها رايخ هي واحدة من الشغلات اللي ما كنا نعرفها اللي هي موجودة فهذا اللي بيحكيه تشيرش وورد سانتوس بوناتشي كنا عم نحكي على كلمة أتم ذرة أتم بالظرر ذرة خير ذرة شار شو خيارك مثل ما قلنا يلا حطوا اللغات في العالم واختاروا الكلمات عندهم هذا العلم فأتم جاء من كلمة أت وان أت وان أتم هي الأساس الأصل الواحد يلي هي الإشي اللي بيطلع منه كل إشي وبالتالي كلمة أتم هي بمعناته توحيد أساس كل إشي لها السبب سمه الذرة يلي هي أساس المادة يسموها أتم أتم أت وان أتم آدم أدم كلمة آدم يلي هو أول إنسان برضو أدم أتم أدم أدونيس واحد أحد برضو نفس الشي الإله الرب الواحد الأحد أدونيس نفس الشي تموز نفس الشي كان يعتبروه الإله عند اليهود تموز أتم تموز الواحد الأحد نفس الكلمة توم توم كل هاي الكلمات كلها بترجع لنفس الكلمة بترد لكلمة أتم أدم الأصل الواحد الأحد يس معناتها الشمس يس 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 والأس يس ولد أذن كان اسمه إيمانيويل سيد ما قالهم يعني هيدا اسم بالإنجيل بالإنجيل نفسه والولادته مع العلاقة بـ 25 ديسمبر أو 21 ديسمبر أو هيك أو سبعة أشياء أكثر من روالة هذا عيد النور وهو نور ساطع هاي ولاء 25 ديسمبر ولادة الشمس ماذا؟ الكريسمس كريستمس ولادة الشمس كريست كريست الصليب الصليب بالضبط تساوي الليل والنهار بفصول الأربعة ف The Book of Revelation اللي هو آخر واحد بسمه رؤية القديس يوحنى جوردان ماكسول بقول رؤية القديس يوحنى اللي هي بتحكي عن يوم لإيامه يعني بتحكي عن بسميته الشي الأسور بالضبط The Beast 666 موجودة فيه وهو سانتوس بوناتشي بقول The Beast 666 هو الهيومن لما يكون ماشي مش حالفترة لأنه 666 هو رقم الإنسان 666 رقم الله بالنمورولوجي 666 تابعين الشيطان بالضبط هو بقول الإنسان اللي هو رقم الكربون الكربون اللي هو إحنا نعم اللي إحنا تكوننا منها 666 فبقول جوردان ماكسور بقول رؤية القديس يوحنى هذا الكتاب إحنا بنقول يوحنى ليش؟ يوحنى يون جون مزبوط رؤية القديس يوحنى وخالته للمسيح يه فبقول إنه هذا الكتاب نكتب قبل المسيح بخمسمائة سنة واللي كتبه شخص اسمه يون وبالتالي هو مش يوحنى يلي كان مع المسيح يون شخص قبل المسيح بخمسمائة سنة فيس دعني الشمس المسيح سيدنا المسيح النبي وعارفين من إيش دوره كان لكن بعد ما مات مثل ما عم بيصير بكل الشغلات عم بيغيروا الديانة تتخدمهم وتخدم مصالحهم الشخصية باش سيدنا المسيح ببساطة حولوا جيسوس حولوا بدأ للشمس صار قصة سيدنا المسيح صارت هي قصة الشمس ليش؟ لأنه علم الشمس شفنا الكتب اللي كنا عم نحكي فيها الأمر والتابلتس والهاي الشغلات قصة الشمس هذا العلم اللي موجود عندهم هو العلم اللي 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 عم يستخدموها يحكم العالم في ممكن نستخدموها بالخير مثال يلي اللي عمل جنة عدن في أوروبا وممكن نستخدموها في الشر مثال ما عم بيعملوها يستخدموا الناس ويعملوهم روبоты ويبرمجوهم في يسوع يس الشمس الشمس صارت عبارة عن نعرف عنا صيف خريف الشتاء ربيع الربيع رجعت الشمس للصيف بالصيف أرصت تنقرس الشمس من العقرب توقع للخريف عم تنقرس عم تموت الشمس نزلت لتحت الأرض الشتاء بعد الشتاء ردت رجعت ريزيركشن للربيع جيسوس نفس الشي انخانه في حدا أرصه العقرب نزل خريف انصلب الشتاء اللي هو بعد من صلب ريزيركشن رد رجع مرة تانية إعادة قيام قصة أوسايرس نفس الشي أوسايرس كان هو الإله بمصر تك انقرس أخوه نزل لتحت الأرض اللي هو الاندرورند وأخوه حكم خلال هاي العملية رد رجع إجا الربيع ريزيركشن من خلال ابنه اللي هو حورس حورس أوكي بالإنجليزي طبعا شوفوا هالقصص ما بتخلص حورس منها إجت كلمة ساعة ساعة كم ساعة عندنا باليوم؟ 12 12 في 2 طبعا 24 12 ساعة كم برج عندنا بالسنة؟ 12 برج 12 ساعة يعني 12 حورس اللي هو بفرج للساعة نفس الشي قصة الفصول الأربعة كيف بطلع؟ خريف شتاء ربيع ريزيركشن تك 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 بتضل تلف الدائرة قصة تسيدنا المسيح حصارة نفس الشي في أنه صليب صح؟ في أغلب المحلات بيستخدموا الصليب المتساوي زي سويسرا زي هتلر استخدموا أعطاه حركة حتى يعطيه دوران في اتجاه معين اللي هم بسموا سفاتسكا فيه السفاتسكا اللي هي العكسها الصليب بيكون متساوي الأضلاع بالعادة عند المسيحية بأغلب الحالات بيطولوا من تحت وبيأصروها من فوق شو معناتها؟ لأنه الشمس بتكون ضعيفة بالشتاء بتكون قوية أو العكس إنه بتكون ضعيفة هون فهي طويلة وبتكون هاي يعني إنه عندنا الخريف والشتاء والربيع متساويا وبالتالي الصليب هاي متساوية بس ياللي فوق بتكون هيك منطقة قصيرة ومنطقة طويلة لأن الشتاء الشتاء صعب الصيف كويس فإنه واحدة أطول من الثانية كتايميزوا بين الربيع والخريف والشتاء والصيف هي نفس الشي رمز للفصول الأربعة مثل ما حكينا يس يسوع جيسوس بترمز للشمس إنه هي هذا ما إلا علاقة بإصة تصيدنا المسيح الأساسية لما نقرأ الإنجيل للعهد الجديد منشوف كيف أول أربع كتب اللي هم ماتيو لوك جون ماتيو جون لوك و مارك أزني فالأربع كتب كلهم بيحكوا قصة المسيح باختلافات بسيطة كتير نفس القصة كيف الولد كيف هيك 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 كيف نصلب كيف صار فيه قيامة ف وكلهم بنفس الشي إنه ولد المسيح بعدين فجأة المسيح كبير بيناتهم ما في شي يعني شو عمل المسيح بين الولادة وبين ما كبر وين راح شو درس وين سافر وين إجا من مذكور عنها أي شيء بالمرة فهون طبعا في كتير أدلة بتفرجي إنه المسيح سافر للشرق درس العلم درس الحكم درس الكذا ورجعت يعلم ومثل ما قالهم كان لبرانا كان يعالج يقولهم اللي أنا عم بعملوا فيه كنت أعملوا أحسن مني هو راح درس هذا العلم وإيجا علمهم هذا العلم قال كلكم أحلم مني والنية أقوى إيمانك شفاكي إنه يلي لمسة تقلع أنت لأنك مآمن شفاكي لأنك مآمن ما كان شفاكي ولي عطيت فرس ما مع غيره صدقت بكل شيء معي الفرس ومزبوط كان عنده هذا العلم فهون بيحكي بأدوم آتم زي ما حكينا آدونيس فيه له محاضرة سانتوس بوناتشي اسمها The Lamb of God فضيحة فضيحة فيه شغلات ما بقدر أحكيها حتى فإنه The Lamb of God ليش هالتركيز كتير على اللامب حتى ستنا مريم العدرة Virgo نفس الشيء إنه عم نحكي بالأبراج قاعدين عم نحكي بأصة الشمس ليش اللامب ليش منذبح اللامب رمز كمان برضه إنه ما تأخذوني إذا في حدا يعني هذا يعني أنا بحكي كرائي متروح للدراسة بس إنه بس إنه سانتوس بوناتشي والناس اللي عندهم العلم عم بشرحوا شغلة عم يقولوا إنه دبح الخروف هي عبارة عن عملية رمز وليس أمر إنه إنت عشان الله رح ينبسط لازم أدوح له خروف هي عبارة عن رمز برضه إنه تيرجع الربيع لازم ندبح التور أو الحمل تترجع الشمس هيك عم يقولوا هي بس عبارة رمز ل إنه رجعت الشمس رجعت الربيع رجعت رجعت الحياة لأن الربيع هو الحياة الشتاء هو الموت نفس الشي قصة أسايرس أسايرس زي مثل ما قال إنه قتله واللي غدره وخيه اسمه هيديس لا مش هيديس هيديس بمصر قبيل يلي كان تحت شو اسمه ربي؟ ست ست أخو أسايرس يلي غدره نقرس نقتل وبعدين أسايرس نزل تحت الأرض أسايرس مين هو؟ أسايرس هي الشمس جيسس يس إيش هو الشمس يس 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 نزلت تحت الأرض وين تحت الأرض؟ إذا نفكر فيها بس دقيقة إحنا بس يكون عنا صيف بيكون بأستراليا شتاء شتاء مضبوط وبيصير في عنا شتاء بيصير في أستراليا صيف أستراليا هي الجانب السفلي للأرض يعني الشمس لما تنزل تحت الأرض إحنا بيصير في عنا ست بيحكمنا الظلام اللي هو الشتاء لكن تحت الأرض الشمس موجودة الشمس موجودة عند أستراليا بتلف بترجع لعيننا بتصير الست موجود تحت عم تبرم عم تدور رضا ست 24 ساعة شوفوا ست اللي اختار الكلمة هورس هورايزن رايزن هورايزن اللي هو الأفق تعني هورس رايزن الشمس عم تطلع هورايزن كل الشركات الكبيرة تستخدم هاي الرموز في التجارة ست 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 سيتم ست سانتا سانتا كلوز نفس الشي 25 12 ليش بنحتفل فيها أو بيحتفل فيها مش المسيحية هاي احتفال أزلي من التاريخ كل رموز هاي رموز حكمية فيها حكمة فيها رحمة فيها بلانه بنعرف هلأ بالصير بشهر 8 شهر 6 21 6 بيكون أعلى طول النهار مزبوط 21 12 بيكون أعلى طول الليل مزبوط بداية بالصيف بالشتاء فيالي عم يصير إنه إحنا لما نوصل لأوط منطقة بالشتاء يلي هي أطول شي الليل أطول شي الزلام بكل موجود يلي هو 25 أو 21 12 في هاي المرحلة بنحتفل إنه خلص عدينا أوط شي ورح نبلش نرجع للأخضر رح نبلش نرجع للطبيعة وبه 21 ثلاثة لما يتساوى الليل والنهار بسموها الإكوينوكس لما يتساوى الليل والنهار بنحتفل احتفال كبير أغلب الديانات في العالم بيحتفلوا بالربيع بما فيهم اليهود بما فيهم المسيحية الريزاركشن اليهود عندهم احتفال كبير شو شو ما يربي قاس أوفر إيران عندهم احتفال مش عارف شو المسلمين عندهم احتفال لو إنا ما خربطنا التاريخ الهجري هذي برضو قصة كبيرة إحنا خربطنا التاريخ الهجري ولكن الربيع ربيع الأول ربيع الثاني دايماً ربيع الأول لازم يكون بالربيع ربيع الثاني لازم يكون برضو لسه ربيع جماده الأول بيجمد الأمح خلصنا الربيع جمد الأمح إذا منشوفها لتفسير اللغة العربية الفصحة شو تعني عندهم جمادة؟ جمادة تعني إن جمادة التلج الشديد طب فهموني إمتى كان جمادة طب بالعرب الفصحة الربيع تعني إنه هل فالربيع لكن جمادة تعني إن جمادة التلج طب فهموني إمتى بالتاريخ كله كان التلج بيجي بعد الربيع وين المنطق؟ مع التلج يعني هذا تفسيركم باللغة العربية الفصحة جمادة الأول جمادة الثانية هي الأشهر التي يجمد فيها الثلج طب ما قبليها ربيع الأول ربيع الثاني التلج بيجي بعد الربيع ولكن وين المنطق؟ المنطق أن الربيع جمادة جنيد الأمع صارت صير وبنكمل الأشهر الثانيين محرم ليش اسمه محرم؟ محرم صفر جمادة أنه الأشهر الحرم أربعة ثلاثة مع بعض وواحد لوحده ثلاثة بيجوا بالربيع ليش؟ لأنه موسم تكاثر حيوانات ما بيصير أصيد الحيوانات بموسم التكاثر لأنه بعضت النظام الطبيعة بصيدهم بالموسم التانية إذا بدي أصيد لكن بموسم التكاثر ما بيصير أصيد وبالخريف فيه نوع من التكاثر موجود عن بعض الحيوانات برضو فيه شهر ما بصيد فيه فهي العلوم موجودة بس بدين نفهمها آخ لميمتني يعني إجيت لنخبة النخبة وصفوة الصفوة وخاصة الخاصة العلم بس بحث بس إن بدأ بتطلع على الجبل الجبل ما بيجي لعندك بس العلم موجود ما تفكد تيش على المفقود قال له بيروح الموجود موجود الكتب موجود وينما كان يعني الحي بدي حطها لأرطب الجو شوي بش بوجي لنكتة قال هيدا هان عنا بالبناء واحد وفجر الحمار يا خيب أنا بدي فجروا للحمار بس مش يالي برا هالجهل اللي فينا كيف فينا نفجروا هان بدك تباليش مشان هيك قدمة فيكم كلنا نقدر نحط هيك شي كلمة تقدر تلطف أجوائنا وتقول عن أمير المؤمنين عليه السلام احتمل ما يمر عليك فإن الاحتمال ستر العيوب وإن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل وقال احتمل أخاك على ما فيه ولا تكثر العتاب فإنه يورث الضغينة واستعتب من رجوة عتابك يعني بدي شرح واحد متلك يقدر يشرحها بس أوقات بتحسها بلا ما نفهمها لأن كلامه كلام مش لكل الناس يا الله ليك هيدا شو عم بيقول أنا مسلم والإسلام دين كامل ويتكامل لكنني لست إنسانا كاملا متكاملا إذا ارتكبت خطأ فلا تلوموا الإسلام لوموني أنا نتعلم من الألم علمني من ألمني بالألم تاليدين هلأ العلم الحقيقة ممنوع بكل المدارس بكل أمة العرب ضغري بيحطونا بيعجقونا مع بعضنا قتلوا بعض كنعملوا وقت وكلمات متمنى كشايف فإزا هنا هيدا زمن لعزلي بقى نعزلوا عن الناس وما فيك تغير شي برا بلك تغير حالك لا يغيروا الله وما بيقوموا شوف شوف يكون تعملوا بقى خلاص بس كل واحد مننا ختمة بس إنه نتعلم ونحترم أهم شي نترى على الاحترام فينا بغض النظر عن خلاف الرأي أو الطائفة أو الهيك إذا ما عنا احترام ما عنا شي نحترم كل إنسان مثل ما هو ونتعلم إنه طبيعي إنه نتعلم كيف يكون بقلبنا الحب بغض النظر عن اختلاف الفكر واختلاف أي شي وهنا نوصل للإسلام الحقيقي والمسيحية الحقيقي والديانات كلها والتوحيد السلحق بس نحترم ونحب بقلبنا نفضي إذا فينا شي منه كويس عاطفة تراما كذا نفضيها نرجع للأصل مثل ما الحيوانا دائما مرتاحا نكون دائما مرتاحين ونعمر هالأرض بس احترام ما بنشي تاني هاي الرحمة واسعة كل شي احترام شو ما كان كبير صغير مختلف أبيض أسود يهودي مسيحي شو ما كان احترام يعني كما بيقول أينما توليتم لأي لي وين ما في الله بالأول كنت فتش على الله قال له لأي لي وين ما في الله مظبط مثل هيدا اللي فيت على المسجد وشيف واحد قال له واجراك اتجاه القبلة قال له ما أنا أعمى ماني شايف بس أنا تشوف وين ما في الله وحب طاللي إجريه استحى الشيخ مظبط خلقنا كلنا عريانين ومنموت عريانين مترق ماش من أول نقاش بنعرف وين عقلك مترق ماش بلا جايبين بالأمازون عريانين وموتوا عريانين نحنا بيتفنونا لأنهم موسخين وموجويين ومدرشون منلوث أمنا الأرض لأن الجسد كومبوست نرجع نشغل هاي لعينة ثالثة أهم سر في الوجود في الوجود المادي دخيلك هون السر رجع نذكر نختمها ليش ما بتضوي الضو لأنه سمعوا دخيلكم هلا الجسم إذا في ضو مضوي ما بفرز هون الغدة الصنوبرية تفرز مادتين ميلاتونين ويل دامثل تريبتمين دي ام تي يلي هادا من أحلى الكتب يلي انكتبت في الموضوع دي ام تي دا سبيرت موليكيول دراسة عملت دراسة طبية على هاي المادة وبعدها منعوها قالوا لأ ممنوع ما بيسير نفس المادة يلي بتفرزها الغدة الصنوبرية يلي كل سر المدارس الروحية تشتغل على هاي المادة إجا واحد دكتور اسمه ريك ستروسمان فقال بدي أجرب إنه أنا أحقنها نجيب مختبر ونجيب مجموعة أشخاص ونحقنها ونخليهم يروحوا مع هاي المادة لأنه هي بتاخد الواحد بالاستخدام وبس يرجع ويقولوا لي شي صار هل منعرف إذا كان الواحد بيحلم كل واحد بيحلم شكل لكن هذا كل يلي طلع رجعه حكوله نفس الشي شفنا هيك كئنات شفنا هيك عوالم شفنا هيك ناس نفس الحكي تأكد يعني إن هاي المادة ببساطة اللي بتخلي الجسم ينام بس أنا بعدني صاحي فأعمل فإذا بضو الضو كتير اللي غدها ما فيها تفرزها دون المواد بشكل خاص الميلاتونين بس الدي أمتي دامت التربتمين حتى لو كان فيه ضو إذا أنا بعرف ما أفكر وأركز في هاي النقطة حتى لو فيه ضو فيني 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 أفرزها بس الميلاتونين مهم كتير يلي هي بتخلي الإنسان يكون دورته طبيعية نومه صحة طبيعية روح مرتاح نفسيا كذا هيك الميلاتونين إذا فيه مت في الضو لو ساعة لو فيه ساعة فيها ضو خفيف موجودة في البيت أو تفزيون فيه ضو أحمر خفيف إذا كان موجوده أنا نايم ما ما بتفرز كلنا نور من نور وأنتم نور العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر